اشتركوا في القناة طول الوقت وطول شهر رمضان بنتابع كل المسلسلات وكل المشاكل في الدراما وفعلا اه لا دي المشكلة دي جبارة لا دا معرفش ايه طب ايه رأيك قالوه طب نعمل الحلقة اللي جاية ايه طب ايه رأيك ونتكلم في المشكلة الفلانية يعني احنا طول الوقت حتى في الاجازات والاعياد احنا بنفكر ايه اكتر مشكلة بتمسنا وبتهمنا ان احنا نقدر نتكلم فيها ونعرضها ونحط الحلول الحلول احنا مش بس بنعرض المشكلة احنا بيهمنا هنا دايما ان احنا نبقى معانا الحلول اللي ترضينا واللي تهدينا واللي تحللنا مشكلة ممكن تكون وراها خراب بيت طول الوقت بنفكر ان احنا نجدد في شكل البرنامج ان احنا نبقى رايبين منكم اكتر ننزل الشارع مع بعض اكتر واكتر ونقدم لكم نصايح من متخصصين درسين فاهمين عشان احنا في الاخر هدفنا كله ان احنا نبقى مع بعض ونحس ببعض وبمشاكل بعض ونحلها النهاردة بقى نتكلم في موضوع مهم جدا وعمل ضجة كبيرة جدا على السوشال ميديا خلال الفترة الاخيرة النهاردة نتكلم عن موضوع الوصاية على الاطفال بعد وفاة الاب او الام وشفنا وتابعنا في رمضان السنة دي موضوع الوصاية ومشاكلها طبعا في مسلسل تحت الوصاية مونة زكي يعني حقيقية غير بقى ان احنا يعني انا مش جاية تكلم عليها كنجمة وكدراما وكممثلة بارعة اتكلم على قد ايه وصلت لي معاناة الام الحقيقية يعني حسيت بجد ان انا وانتي 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 وكل اللي حاسب مشكلة دي ان هي بتعبر عنها بالزبط بكل تفاصيلها موضوع الوصاية ده طلع مشكلة كبيرة قوي ويمكن اللي مش في نفس المشكلة دي مش حاسس بمعاناة الست دي بمعاناة الام دي بمعاناة الاطفال دول يمكن دايما بنبص من بعيد يقولك ايه اللي يشوف مصايب الناس بتهون عليه بلوته ففعلا احنا شفنا المصيبة دي والبلوة دي بس قلنا لأ كده حرام لازم يبقى ليها حل يعني لازم الام دي ترتاح بتعرفين الام الام بيبتدي تعبها من اول يوم الدكتور بيقولها فيها مبروك انتي حامل من اول يوم وبعد كده تسع شهور وحم وتعب ومعاناة وضغط عالي وضغط واضي ودخلة وخرجة على المستشفى طول التسع شهور لغاية بتحلم بكل المعاناة دي رحلة كبيرة لغاية ما بتشوف ابنها او بنتها وتبتدي معاناة جديدة بس كلها بحب هي كل المعاناة والشقة ده بحب بحب القلب بينبض لوحده رباني تبتدي بقى الرضاعة وولادة وتربية وتول الليل صهرانة وتول النهار لما يكبر شوية المدرسة وتسعى سعى ستة الصبح وتحضر الغد يا حياة حياة ما يعرفهاش غير اللي جوة الحكاية طب الأم دي لما كبرت وولادها معاها وشقت عليهم وفجأة قدر ربنا جزها يتوافع هل احنا بنعقبها؟ يعني هل الأم دي اللي ربت وكبرت وعاشت وعانت وسنين عمرها وشقاها وكل حاجة فجأة أجي أقول لها لا والله أنت مش وصية على ولادك لا لا طب أعلمهم لا الوصاية التعليمية يعني إيه الوصاية التعليمية؟ هنعرف طب الفلوس فلوس جوزي الله يرحمه طب أنا حايزة أجيب لهم لا والله الوصاية المادية مش معاك فيه وصاية مالية وفيه وصاية تعليمية وإيه قصة الوصاية؟ يعني الوصاية دي إيه حلولها؟ وإزاي نخليها طبعية بدون مشاكل؟ ليه؟ لأن طبيعي جدا 99% من الوصاية بنلاقي فيها خلافات بين الأم وأهل الأب الأم اللي بتربي والولاد في حضنها وأهل الأب يدوها فلوس؟ لا ما يدوهايش أديكي لا أنت كتير لا لا أنت كده مبزرة لا مش هينفع طب ابني محتاج كذا؟ لا والله إحنا شايفين أنه مش محتاج طب مين أولى؟ إذا كانت الأم هي اللي بتربي ولادة قدام عينيها؟ هي اللي شايفة هو وجعان؟ هي اللي شايفة هو وبيعيت ونفسته تعبانة؟ هي اللي شايفة هو وبيكبر قدام عينيها احتياجاته إيه؟ مين قدر باحتياجات الأطفال غير الأم؟ عارفين فيه مثل كده مصري؟ مثل يعني أنا ما بسمعه بيوجع قلبي مثل كنت دايما أسمع جدتي تقوله وأمي بتقوله اللي بلا أم حاله يغوم فهي ليه لأن الأم أم هي مصنع الحنين ومصنع العطاء كل حاجة في حياة الأولاد طيب الوصاية والخلافات اللي بتأم الوصاية وإيه يعني إيه الوصاية التعليمية وإزا تعمل معاها ويعني إيه الوصاية المادية النهاردة هتكون معنا في الستوديو المحامية مهة أبو بكر عشان نتكلم معها أكتر طبعا مهة دايما معروفة بالجرأة ومعروفة بصوتها صوت الحق ودايما قلبا وقالبا مع الست والأم وحقوق الأولاد وحقوق الست وحقوق الزوجة فقبل ما نروح للأستاذة مهة أبو بكر معنا تقرير صورته كاميرا يحكي أنه مع الدكتورة شيرين درديري استشاري الساحة النفسية والعلاقات الأسرية عشان نعرف منها الحتة دي بس ركزوا معايا الجزئية دي لما بيحصل مشاكل ما بيني أنا لو جوزي مات وما بين أهل الأب اللي هو الجد أو العم الوصاية لما بيحصل ده بيحصل مشاكل مين اللي بيتضرر أنا طبعا كأم يعني كزوجة جوزها مات متضررة بس طبعا لما ببعرفش بقى أدي ولادي من فلوس أبوهم اللي متحاشة بالوصاية بيحصل مشاكل الولاد بيتأذوا وأنا بتأذى معانا دلوقتي الأستاذة شيرين ليه؟ عشان أعرف إزاي يعني ولادي ما يتأثروش حالتهم النفسية بالمشاكل اللي ما بيني وما بين أهل الأب إيه رأي كنتلع نشوف التقرير ده ونرجع لكم تاني في الأستوديو أنا جالي بالفعل حالات بهذا النموذج والأم دي بتبقى بتعاني من بعض الاترابات منها في البداية صدمت ما بعد الوفاة فقدانها الجزء أصلاً بتبقى دي صدمة ليه لوحدها بتبقى نتاجها عزلة بيبقى نتاجها ممكن نعم العصبية الشديب أو التوقف حتى عن الكلام أو عن خدمة أبنائها اكتئاب طبعاً لا شك فيه اضطراب شخصية الحدية دي النماذج اللي ممكن الاضطرابات النفسية اللي تكون عليها مثل هذه الأمة التي فقدت زوجة ولديها أطفال صغار بنبدأ معاها بتقنيات تفريغ الصدمات العلاج بخط الزمن تفتيت الطاقة السلبية اللي في الجسم بموجب بعض التمرينات وتوقيف الأفكار السلبية لأن هي بتكون شايفة كل اللي جاي باختصار يعني مع تعفوظي سواد هي شايفة اللي جاي كله مش حل فبنبدأ نشعل داخلها الروح الإيجابية مرة أخرى بالعديد من التقنيات اللي تحت مجال العلاج المعرفي السلوكي وده اللي أنا بشتغل عليه في زرع الأفكار الإيجابية ومسح جميع الصدمات اللي موجودة في عقلها الباطن بتغيير نمط حياتها حتى وكمان نمط تعاملها مع أولادها لأنها بتبقى بين صراعين عندها جلد زيت بين أن هي مش قدرة تقوى على خدمة أولادها كما يجب لأن هي أصلاً يعني جريحة من الداخل فلا تقوى على ده وخصوصاً لو كان عندها اكتئاب فتقنيات العلاج السلوكي بتكون هامة جداً في هذه المرحلة للأم لو لقيت أن الحالة صعبة ومحتاجة لدعم دوائي بنوجهها برضو للطبيب الدوائي وبنشتغل بالعلاجين مع بعض علاج الأفكار والسيطرة على المفعلات اللي هو العلاج السلوكي والعلاج الدوائي عشان نسيطر على كمية الجسم رسالة لكل الأمهات قدر الإمكان حاولي تجنبي أولادك أنهم يسمعوا أن يفي صراع بينك وبين أقاربهم قدر الإمكان ليه بقى لأن أنت الطفل اللي هيشوف الصراع ده بين العم والجد والأم أو العم والأم بعد كده عمره ما هيحبها فإحنا كده بنخليهم يقطعوا صلة رحمهم بيها وربما المشكلات اللي أنت طرحتها معاهم هتبقى تحلت يعني هيدعموها لو كان في خلافات على الوصائل المادية هتتحل لكن الطفل ده عمره ما هيينسى الصراعات اللي قاعد سماعها منك عليهم وهيفضل طول عمره قاطع لصلة رحمه بيهم الدعم المعنوي مهم جدا من أقرب الناس للأب المتوفي للأطفال وشعور كمان السيدة دي اللي بتجاهد عشان تقوم بالدورين دور الأب ودور الأم دعمها كمان معنويا وماديا طبعا ماديا ده مفروغ منه يعني أنا بأكد على قيمة قديمة كنت بشوفها في أجدادنا أني لما بيحصل أني سيدة متوفية ساعات أنا شفت حالات مش عارفين ولدهم حاطت الفلوس فين مش عارفين يصرفوا يأكلوا يشربوا يعني عندهم مراس بس بالضبط آه سوري سيدة جوزة توفى الفلوس بتاعة الأب لغاية ما بيطلع إعلام الوراثة بتاخد وقت فالأمة مش لاقي تصرف وتاكل وتشرب منين ففي الحالة دي لازم العيلة تجمع ويعملوا زي مبلغ كل واحد يدفعوا لغاية ما الناس دول يوقف على رجليهم ويأخدوا إعلام الوراثة بتاعهم ويرجعنا لكم تاني مشاهدينا والرحب بدفتنا اللي دايماً من ورانا في برنامجنا وعلى شاشة القناة الأولى المحامية مها بوبكر ازايك يا معاة؟ ازايك يا حاجة عاملة ايه؟ الحمد لله والله يا فضلونا لما بنتزن في موضوع حساس وعايز حلول قوية لازم تبقى معنا مها بوبكر ربنا يخليك يا الله المستعد آه النهاردة بنتكلم يا معاة عن الوصاية وطبعاً يعني 90% من الناس فرجوا على مسلسل تحت الوصاية وكلنا نفعلنا وإيه ده لا لا نحن عايزين نحل الموضوع ده ازاي الولاد بيبهدلوا كده وازاي الام بتتبهدل كده فالنهاردة هنسأل بقى أسئلة كتيرة يعني يمكن دارت في زهن كل واحد فينا هو بيتفرج على المسلسل وفعلاً حقيب نعترف ان احنا مكناش مقدرين المعاناة والمشاكل اللي الام دي عيشاها اللي جزها بيتوفى خلينا يا معاة نقرأ اول سؤال معانا لان اول ما قلنا موضوعنا عن الوصاية فبرضو جات لنا حلاك كتيرة جداً لكن احنا هننقل من حالة لحالة من ابسط لا اكتر تعقيدة السؤال اللي معانا جالنا من ست جزها توفى من فترة قريبة وعلاقتها حلوة جداً بأسرة جزها واللي توفى يعني ودلوقتي هيبتدوا يخلصوا في اجراءات الوصاية المشكلة بقى اللي الستي دي بتسأل عنها بتقول ان الجد عايز وصاية احفاده وهو راجل كبير خايفة انه ما يقدرش ويوفي بالتزاماتهم وينزل ويخلص مشاورهم واحتياجاتهم وهي بتسأل كمان ازاي تتعامل معاها وتطلب منه ان الوصاية تكون معاها وفي نفس الوقت مش عايزة تخسرهم او تدخل معاهم في مشاكل يمكن المشهد ده معرفش انت فارجتي المسلسل كله ولا لا بس المشهد ده انا شفته حتى في المسلسل صحيح لما كانت رايحة تطلع البطاقة بتاع لها تبت كبيرة في السن وكان سكرها جالها كومت سكر وقعت لها ليه قعت لها انا جاي اخلص لأحفادي ورق اليوم للمدارس بالضبط وهي دي بالضبط انت جاوبتي على السؤال والله يا امان تخليه شوف المسلسل الحقيقة انه بجد يعني تحية للدراما وتحية للمتحدة انه هي حطت ايدينا على عدة جروح نافذة متعلقة بالمرأة وان الازمة ملهاش علاقة بس بالقانون الازمة ليه علاقة بالبيئة الحاضنة للقانون كمان يعني مثلا خليني عددلك بس بعض الحالات اللي جات بالفعل مش بس في تحت الوصاية عندنا مسلسل جميلة يعني حط يده على حاجة شائكة جدا ليه علاقة بالنسب انه ازاي حصل خلط فيه اللي كان فيه حقن مجهارفة زي الطفل ده مش ابن الرجل ده وممكن تعمل ايه دي واحد عندنا مسلسل ستهم وتحية كبيرة جدا لورجينا في الحقيقة في مسلسل ستهم والمتعلق بفكرة المرأس برغم ان احنا عملنا تشارعات عظيمة في زل القيادة السياسية الحالية متعلقة بقصة المرأس الا انه ان مزال المحيط بتاعنا او البيئة الحاضنة للقانون مش مستوعباها ايضا ما تم ترحف عملة نادرة كل ده الحقيقة كان انتاج المتحدة يعني صراحة الشركة المتحدة السنة دي يعني زي ما كده بتقول ايه انا عارفة كلكم بتفكروا الصحيح وايه مشاكلكم واحنا هنعرضها مشكلة مشكلة ونحلها مع بعض بزاق من هنا بنشكر الشركة المتحدة على هذا الانتاج المتميز المبدع اللي تحس فيه خبرة في تناول الاحداث وخبرة في تناول المشاكل فان شاء الله مزيد ومزيد من النجاح للشركة المتحدة نبتدي بقى في الوصاية فضل يعني ايه وصاية يعني انا دلوقتي جوزي مات فجأة خلاص ومعايا ولادي ليه الوصاية بتروح لأهل الأمر عشان ده القانون اللي احنا مغميين عينينا عن الواقع فيه مش عايزين نعدله او مش مش عايزين حتى اللحظة ما تعدلش يعني القانون المعمول بيه ده من سنة 1952 ما كانش عندنا العدد رهيب من الأمهات المعالات ما كانش عندنا يعني خلينا العدد الرهيب من المطلقات والموت العدد الرهيب كمان من الستات اللي بتشتخل واللي بتشقى واللي بتربي مع الزوج واللي بتحط فلوس برضو وتحط مالها وصحتها يعني كان برضو زمان كان الراجل هو اللي بيعول والستاتي كان بتبقى عادة في البيت متهننة بشكله أكبر بالزبط كده حتى لو اشتغلت كان بيب عشان تبني كيانها أو كذا لأن كان فترة الخمسينيات اللي علاقة بفكرة بناء الشخصية المصرية بعد الثورة يعني فترة الخمسينيات النهاردة الوضع اتغير والمجتمع اتغير وحصل اختلال في ميزان القيم والست بقت شايلة مش عايزة أقول أكتر من الراجل بس خلينا نقول أنه في مشاركة شايلة أكتر من طائطة أو في مشاركة مش أكتر من الراجل ولا حاجة بس على قليل بتشارك بالزبط في مشاركة في الحياة طب إذا أنا في مشاركة بيني وبنجوزي في الحياة وإذا في مشاركة بيني وبنجوزي في بيتي ومع ولادي وإذا أنا اللي بشيل ابني في بطني تسعة شهور وبفتح بطني ما قدرش أروح أطلع له شهادة ميلاد ما هي دي بقى؟ ما قدرش أعمل حساب لابني وتعامل على هذا الحساب وممكن أكون أنا اللي دفع الفلوس يعني الموضوع من بابه يأمان اللي هو اللي علاقة في فكرة إيه اللي لا يحق صحيح أنه تحت الوصاية مسك جزء من الموضوع وهو بعد وفاة الأب ماذا يحدث؟ لكن إحنا في الحياة عايزين نمسك أصل الموضوع أنا ليه أصلا بتكلم بعد الوفاة ما تيجو بتكلم؟ أنت قصدي كمان القانون هو بقى يبقى القانون بيقول إن الوصاية للأم ما استناش لغاية ما الرجل يموت حتى هو عايش الوصاية للأم نزاب الولاية الولاية لأن الوصاية جزء من الولاية لأ نعرف فقا لأن في ناس كتير عندها لبس فكري بما فيه ومنا طيب إيه هي الفرق ما بين الولاية والوصاية؟ طيب خلينا نقول ان الولاية هي الولاية على النفس والولاية على المال الولاية على المال اللي هي علاقة بإدارة أموال القصة الولاية على النفس اللي هي علاقة بكل حاجة خص شخصية ابني أو شخصية بنت يعني الولاية التعليمية المنعمة الصفر ج accred twin بالشكل ده. الولاية في الزواج كمان دي ولاية على النفس يعني لما اجي ازوج بنتي فبالتالي بقى انا اللي عندي الولاية ان انا الوكيل بتاعها دي من ضمن الولاية. يعني كمان. ايه طبعا. اه يعني انا لو على مشاكل مع اهل الاب لما اجي اجاوز بنتي ما عافش اجاوزها لازم الولاية لازم الجد او العام. طبعا لازم يجي حد وكيل للبنت. او تروح المحكمة وتقول لهم والله انه في من قرطضيه يعني علما ودينا وعايزة تجوزه. فالمحكمة اللي تديها اقام بالزواج. حتى لو عدت 21 سنة? حتى لو عدت 21 سنة. بوكيل. دي برضو معلومة جديدة. يعني اللي هي من بابه احنا. من بابه. اه من بابه. ده الوصاية مقفولة. الولاية. ده متسنق. الولاية. عس بالنسبة لنا الولاية هي الوصاية. لا الولاية اشمل. اشمل. اشمل واعام. اللي هي بشكل عام كده المسئولية الكلية. اللي هو انا اعمل كل حاجة لابني. لكن ما اقدرش اتعامل على ذلك رسميا. طب تعالي بقى نتكلم على ارض الواقع. تمام. تفضل. يعني ايه? يعني حب نتكلم في القانون وشكل الحياة القانونية. طب دلوقتي انا جوزي مات. وهو معاه فلوس كتير. كويسة. وهو كان معايشن في مستوى اجتماعي مرموك. جايب لي بيت. جايب لي عربية. مصروف البيت كويس. يعني معايشن في مستوى كويسة. دلوقتي مات والوصاية راح تلقابوه. خلاص. دلوقتي هو بقى بابا يجيلي يقول لي ايه? لا والله العيشة دي تبزير لا لا ده فلوس كيب تتوقع على الارض. يبتدي هو يختار لي بيت تاني من حقه ان ينقلني من بيت انا مرتاحة فيه وكان جوزي معادني فيه. يجيب لي بيت اصغر من حقه كوالي او كواصي. يعني خلينا نقول ان كل الامور اللي علاقة بالتصرفات بيكون تحت بصر النيابة الحزبية. ابتداء. مدام فيه اموال للقاصر كل حاجة بيكون تحت ادارة النيابة الحزبية. لكن كمان مين اللي بيعمل اجراءات مع النيابة الحزبية؟ الواصي. الله ينور عليك. يعني مين اللي بيحرك المياه الرقيدة اصلا. مين بيقول ان انا محتاجة او مش محتاجة؟ الواصي. هو الواصي. بالزبط كده. وبالتالي هو همزة الواصل ما بينه ما بينه النيابة الحزبية. اذا انا روحت انا ما ليس صفرة. ومثالي انا مش هقدر اعمل حاجة. اذا ايوة طبعا هو يقدر او يستطيع ان هو ينقني من مستوى اجتماعي الى مستوى اجتماعي اخر. حتى لو بان هو يبقى يعد كده يعني سايب ايده. مش ان هو بيعمل اجراءات. دون عمل الاجراءات بشكل سلبي. دون معنى ادق يملك طبعا للأسف. يعني يملك ان يخرجني من بيتي وينزلني من المستوى اللي انا عايش فيه. طبعا. طب حاجة بعادية. طب انا ازاي اب اولادي مثلا في مدارس كبيرة ومدارس اه الاب مدخله المدارس ايا كان المدارس بس في مستوى عالي. فجأة بعد وفاته قالك لا انا احاولهم مدارس عادية. طب ما ده ظلم. طيب خليني اقولك بقى هنا ان فيه فرق بين حاجتين. اتكلمنا في يومان شوية. اللي هي الول التعليمية. وهنا هي حق للحاضن. من الحاضن؟ هو القائم على شؤون الولاد. اللي هي الدادة. بمعنى ادق كده عشان نبقيه واضحين. طبعا. كانت باعة الام كانت ام الام كانت ام الام كانت ام الاب اللي عليه الدور يعني في الحاضر. لكن بيرعيهم دون السمح له بالتصرف في امواله. يعني انا اراعي وغير واكل وشرب وزاكر وعمل كل حاجة بس ما قدرش اجيب الفلوس اللي ادفع بيها الدروس. طيب في الحالة دي من حق ان انا اخد الولاية التعليمية. لكن مش من حقي ان انا روح اجيب الفلوس اللي ادفع بيها. فلوس المدارس. فهم الفكرة فين؟ انا فهمت الفكرة. اه يعني. يعني. يعني انتم متخلين يعني انا اربي وكبر وزاكر وكده. الدادة زي ما ما هقال. لكن اروح اقول لهم ما سأهته فلوس بقى انا وديه مدرسة اكبر او عايز دروس خصوصية او العبه رياضة اشترك له في نادي اي حاجة. لا. لسا مكملين في الوصاية والولاية. وايه المشاكل اللي بتواجه الام في حتة الوصاية. وزي نقدر نقدم لها حلول ترضيها. خليكم معنا. ولسا بنتكلم عن الوصاية والولاية والموضوع حساس. بس فيه تفاصيل صغيرة. ركزوا معنا النهاردة. لان كأم وبتعاني يمكن تسمعي معنا النهاردة حاجة تفيدك وتقدري تشهمي نفسك من خلالها. لغاية ما القانون يتغير. لان انا اعتقد واحساسي بيقول لي ان بعد المشكلة دي ما تحط عليها الضوء. والناس كلها حاسد بمعاناة الام اللي جوزها بيموت. فاكيد ان شاء الله المرحلة اللي جاية القانون هيتغير. بس الحين ما يتغير نتعامل معها ازاي هذه المشكلة. ما هنا عايز اعرف حاجة. دلوقتي هي كل ما عليها ان هي بتربي وكل حاجة حاجة وكل الفلوس مع الجد. او العام لو الجد مش موجود. صح كده؟ صح. يعني الوصاية جوزي مات. بيبتدي رقم واحد من اللي يبقى الوصف. الجد. الجد. الجد مات. الام. ترجع لك ام. اه. ترجع لك. الا اذا نازع فيها العام وكان عنده اسباب وجيهة لهذا النزاع. يعني مثلا في المسلسل حصل ايه؟ قال ان هي كان فيه نزاع بينهم قانوني على اموال الصغار. اللي هي المركب. اه المركب. قال ان هي سرقتها. ايه. ايه. ان هي سرقت فلوس عيالها. اه يعني هو لازم يبقى فيه صغرة ان هو العام يشتكي. بالزرق. ان هي غير مسؤولة يعني سرقتها. غير امينة. اه. غير كاملة الاهلية. غير امينة. فين زع قضائي. حاجات بالشكل ده. في الحالة دي. العام يستطيع ان هو هياخد الوصاية. لكن اذا ما فيش بتبقى للام. اه يعني جوزي مات يبقى البابا. ايوة. البابا توفى ترجع لي انا. بالزبط. اخوه بقى حاب يدايقني. هيعرف. مشاكل في المحكمة. يوقف لي الوصاية وياخدها هو. بالزبط. صح كده؟ صح. طيب. انا بقى كست. كزوجة جوزي توفى. انا زنبي ايه؟ هل ليه حق في النفقة؟ يعني انا لما بتطلق انا بطلب نفقة. لما انا جوزي يتوفى هل ليه حق ان انا اطلب نفقة من الواصي؟ طبعا. اسمها ايه بقى هنا؟ اسمها ايه؟ نفقة اقارب. تانية مه. نفقة اقارب. نفقة اقارب. ان انا من حقي ارفع على الجد. او العم نفقة لولادي. كل النفقات بقى. كل النفقات زي ما برفع على الوالد. على الاب. من حقي ان أنا أرفع على الجد أو على العم أي حاجة تخص الولاد نفقة مدارس نفقة مصاريف صحية مصاريف دراسية نفقة عادية نفقة الشهرية ما أكل وما لبس وكذا كل التفاصيل دي مدام الجد قادر أو العم قادر بنخدها منهم طيب لو مش قادر يبقى حسب يسارة زي ما بنعمل مع الأب بالزبط من حقا أن هي ترفع للنفقة قادرة دلوقتي أنا لما جزي توفع والجد خاد الوساية والعم خاد الوساية لو الجد مش موجود أنا دلوقتي اتجوزت أنا كست اتجوزت بعد وفاة جوزي سنة سنتين أيا كان الوساية تتخذ مني خلص؟ في كل حالة كل حاجة بقى تتخذ منك كلها؟ في الحالة دي أول حاجة تتخذ منك إيه؟ الحضانة المرتبط بالحضانة الولاد التعليمية دي مرتبطة من البداية أصلا أنت ما معكيش الوساية من بابه ماشي بس بربي ولادي ولادي في حضني لو أنا اتجوزت هم من حقهم ياخدوا الولاد كمان؟ ياخدوه؟ ترتيب هنا بقى في الحضانة يعني أنا عايزة الست بقى تفضل طولها من غير الجواز ده بقى إحنا عايزين نفتعديل لعلاقة بقانون الأحوال الشخصية الجديدة طبعاً ده إحنا بننادي بالضبط إنه إنت عايز إيه من ستة؟ فعز شبابها ومعها أطفال هي هتحميهم لكن في نفس الوقت هي من حقها تكمل حياتها من حقها تعيش حياتها بالضبط تكمل عشان كمان تقدر نفسين تبقى متزنة بالضبط وتقدر ترعيهم وتحميهم بالضبط كده خاصة وإنه يعني فيه آية في القرآن واضحة جداً ليه علاقة بفكرة أنه يعني أولادها اللي في حجورها يعني اللي لسه بيتربوا دول محرمين على زوجها وبالتالي الإسلام مش مانع أصلاً أن يكون حاضنة لولادها وهي متجوزة يعني إذا أحنا بنرجع على الأصل كمانات الإسلامية ساعات بنشوف طبعاً ودي حالات فردية يعني الحالات فردية بس لما بتعمل عليها سباط بتبان أكتر يقول لك بقى جزء الأم ممكن يتحرج ببنتها معرفش إيه ممكن يضرب أولادها يعنفهم لكن مش هو ده الصح يعني دي حالات فردية بتحصل لناس غير متزنين نفسياً ناتج المخدرات ناتج المعرفة لكن ما أقدر شحكم على كل المجتمع عشان جزء أم مثلاً عمل مشكلة في ريك دي رقم واحد رقم اتنين إنه الخارج عن القانون أو عن الفطرة الإنسانية ده موجود في كل التفاصيل والطبعات بالزبط يعني للأسف ما إحنا شايفين أبهات بتحرشوا بالهولاد بالزبط جد جد بالزبط جدة يعني بتخلي حد يعمل ده يعني في حالات كثيرة للأسف حالات مرضية كتير ومريبة يعني وشنيعة جداً ما ينفعش بقى إيه القانون قاعدة عامة ومجردة ينفع ما يحصل الخلل نتدخل آه يعني يحصل مشكلة فأنا روح أقول لا تعالوا هنا لا كده مش ينفع تربي الولاد بالزبط هات الولاد سواء عند الجد سواء عند العم سواء عند الأم أيما يكون أيما كان مين هو الواصي بالزبط يعني مش بس الست يعني لو نجوز والعام يتمشاكل لا الجد مش محترم مش كويس هسحب الوصاية العم عليه برضو نفس الشروط اللي قالتها ما هسحب الوصاية كان مهم جدا يما هننزل الشارع بقوا نعرف ونسأل رأيه الناس إيه في قصة الوصاية دي تعالوا نشوف مع بعض أنا بقولي الأم هي قادرة بأولادها وبظروفهم وإيه احتياجاتهم وأكيد الأم هتبقى يعني مش هتفرط في حقوق أولادها يعني ده ويهت نظر إيه القانون بيقود بصاد من مصادره هو الشريعة الإسلامية ولا يجوز يبقى فيه نص في القانون مخالف للشريعة الإسلامية عشان كده هتلاقي إن الأب لما بيتوفى بينتقل للوالي الشارعي هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي شرعه خلاه شارعي إنت إزاي أصلا هتبدله يعني إزاي هتجيب الأم أو هتجيب حد تاني مكان الجد ده غير أصلا إنتو ليه مش فاهمين هو ليه بقيت للجد عشان تفضل علاقة الرحم متواصلة بين الأبناء والجدود الأم برضو الأم هتخاف على مصلحة ولادها وأكيد بتعمل لهم يعني كل الحاجة اللي فيها خير ليهم لكن ممكن الجد يكون قاسي سويا بعد الأب هو الجد لأنه طبعا الجد بيبقى طبعا بيبقى راجل والرجل دايما الولد أو الطفل بيبقى ليها مشاكل كتير جدا لا تقوى السيدة على أن هي تقوم بيها طبعا هي لها مهام كتيرة جدا طبعا عظيمة احنا عارفينها كلها لكن موضوع الوصاية بالذات زي وضع القانون وكان المشرع عليه فلسفة أنه هو يوضع الوصاية للجد فبالتالي وصاية الجد للأطفال وصاية لابد أن تكون قائمة لا بس طبعا الأولوية للأم طبعا ده هي والدتهم يعني ازاي صعب أن حد غير الأم هي اللي صعب ده حتى هي الأمة أبدة من الأب كمان والله هو نعمل تعديل على أسل أن الأمة هي اللي هتكون مسؤولة لأنه الطفل صغير والجد مش هيقدر يراعي زي الأم فالأمة هي اللي بتقوم بشؤون الطفل كلها لكن الجد لو كان عنده جد ده بقى وحضرتك أنا فضل لكون الوصال للجد الجد للأب عشان ما تباش الأمة متستهرفة الكاملة في الطفل بمعنى صحي يعني يعني الأمة لو مثلا سلوكها مش مش ولابد فازم يكون في الشريك بل أم من ناحية والجد من الأب من ناحية تاني بالجد بيبقى مكان الأب اللي توفى بالضبط وطبيعا الأمة تبقى بالعاطفة خبرتها قليلة إنما الجد طبعا هو يعني مرب أجيال قبل كده ومرب ابنه كده فطبيعي هو بيحتضن ولاد ولاده سليم وتبقى الوصية تمنى كاملة ليه طبعا سليم وهو طبعا مش هيبخل ولا هيكل ولا يعني هيحرمهم من العاطف أو أي شيء فده طبيعي وأمر طبيعي إن الوصية تروح للجد يعني أعتقد إن هو كان لازم يبقى ميسرين الأمور أكتر من كده بالنسبة لل يعني للولاد اللي هو باباهم متوفي والست الأرمالة أو الراجل الكبير كمان اللي هو بيبقى والي ولي شريع على أولاده أولاد ابنه أكيد بيمارس بعد التعقدات لما يقعد يقول لأ ده ياخد لأ ده ما ينفعش ده يبقى واسع عليه لأ يعني هم يجي يصرفوا حاجة فواتير حاجة مصرف مدارس أو كده يعني بيعطى للمواضيع شوية المجلس الحزبي بصراحة عشر عشر بأمانة يعني بالنسبة لو الطفل مثلا تلعوا الفلوسه من الأب أو الحاجة بعد وفاته الإجراء السهلة وسليمة وفيه أمانة بصراحة في المجلس الحزبي هي حسب القانون برضو بتمشي حسب القانون بتشرح حسب القانون يعني مش ما بضيفش جديد يعني ما احترام للمجلس الحزبي والله يعني شايفة عند الوقت إن في القوانين الجزية طلع فيها تسهيلات كويسة قوي قوي للأم وللطفل ورجعنا تاني ومعنا المحامية مها أبو بكر وبنتكلم عن الوصاية ويعني وبنتكلم من قلبنا وعايزين نوصل لكل الصغارات القانون ما لازم صغارات القانون لازم نعرفها ونوصل لحقوقنا إحنا كستات وحقوق كل الزوجات اللي جوزها توفى وفي الآخر عايزين إمن القانون هنقولها في الآخر إحنا كستات كلنا بنطالب إيه في تعديلات القانون 20-23 طيب مها عايزين نعرف إيه أبرز تعقيدات الوصاية اللي بتواجه الأمهات إيه العقد اللي في حتة الوصاية دي اللي بتواجهني أنا كأم طول أمد التقاضي دي رقم واحد بتاخد قد إيه يعني طول اللقم لا مفيش قد إيه من دي بقى الكارسة يعني حتى شفنا ده في المسلسل يعني شوف أنا سألتك سؤال مثلا وانا قادة عندك في المكتب داتي كمحامي فانا جاي دوقتي أرفع قد يقولك هو طب يا ما هتاخد قد إيه وقت لا مش عارف هتردي علي الرد ده يجيلي جلط بالزر يجيلي جلط الله ينوار عليك يعني أنا وانا قادة كده يعني هكبر في السن لغاية ما يعني أخذ الوصاية ما لازم يبقى لها مدة دي الأزمة بقى نحنا المحامي بايننا المطرقة والسندان ما بين الموكل وما بين الإجراءات يعني إحنا ما عندناش حلول أنا في الآخر بعمل إجراءاتي لكن ما فيش مقاط لهذا الأمر يعني ما فيش يعني مثلا في الشيكات وفي النفق أو الحاجات دي بتبقى عارفة أن القضية تاخد قد إيه تقريبيا أنا بقول تقريبيا بالزبط لكن ده ما يمنعش إنه ممكن تبقى أطول من كده ليه لأن ما فيش مقاط حاكم لها قانوني يعني ما فيش مثلا يقولك إيه تحل القضية دي في خلال يفصل فيها في خلال ستة شهور ما فيش أنتو كمحامين أعتقد من فترة طالبتو إن القضايا كلها يبعليها وقت بزا يعني الست اللي راح هتطلب نفقة دي اللي معهاش فلوس في جبهة بدل ما تمحرف وترمعي لها في الشارع لازم تعرف إنه مثلا ستة شهور وتاخد الفلوس اللي هتأكل بيها أولادك مش بس شهرين تلاتة مش بس مش بس المقاط خلينا نقول إن الوقت ده حاجة مهمة جدا خلينا نقول إن رسوم القضائية حاجة مهمة جدا 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 هي أصلا مش لقى معهاش هي ده ما معهاش فلوس تلك مواصلات زي ما شوفنا السنة اللي فاتت برضو في المسلسل بتاع أمل فاتن أمل حربي يعني الست قالت له أنا ما معيش أنا بوكي فيها عشر جنين لأنا اللي استفدت بيومي ولأنا اللي وفرت الفلوس ولأنا اللي خدت حقي فهم قصدي إنه في الآخر كمان طول أمد التقاضي دي واحد يعني طول فترة القضية إحنا دلوقتي في مشكلة إن إحنا ما نعرفش القضية دي تاخد قديف المحاكم بالضبط تاني حاجة بمصاريف كتيرة جدا الله ينور عليك ففيه طبعا الستات كماش قادرة تدفع التقاضي ده طب هل ما يفعش المحكمة تدفع المصاريف دي لغاية ما أنا أستقبل ورسي أو أخد الوصايا الحقيقة إن سنتوء للأسرة المفروض بقى إن شاء الله إن شاء الله يعني الواجه بسيادة الرئيس هو منوت بي القصة دي اللي بيقولك طب أنا دلوقتي رايح أعمل أسيمة جوز أو رايح أتجوز أنا مالي أدفع ليه للي هيطلق أنا مش هطلق وقال أبو الدنيا لا يا حبيبي شي حاجة مهمة جدا إن ده مش بس للي هيطلق ده كمال للأرمالة مفيش حد فيه نظام عمره افرد لقدر الله توفق الله زوجتك بعيالها أنا برضو ما كنتش فاهمة قوي قاعدوا الرجالة طبعا يطلعوا كاميكس وإزاي وندفع فلوس ليه قبل ما تجوز طب أنا مش متجوز طب أنا مالي بالأرمالة لا مالك إيه طب ما صح يعني أنت بتحط فلوس عشان بدل ما ساتي دي تتمرمط في محاك بالزبط عشان تحمي نفسك وبيتك ومجتمعك إن في الآخر دي مسؤولية مجتمعية والله وإن في الآخر المدفوع مش قد الفايدة العيدة على المجتمع ككل طب يعني الصندوق ده يقدر يصرف على الأم أو الزوجة اللي جوزها توفى لغاية ما تاخد ورسوم أو نصايا هو الحقيقة بيتصدى ابتداءا كده للأطفال للمرأة الست المعيلة أو المعوزة في الحالات اللي ليها علاقة بالأطفال أو هي نفسها ما عندهاش بيت أو ما عندهاش مقوى أو ليها نفقة برضو ده من حقها برضو تعمل ده فهو المفروض أنه يتصدى كل المشاكل دي بشكل فور بشكل لحظي لحين الفصل في القضايا تاخد بقى المحاكم وقتها لكن فيه صندوق بيديني فلوس أكل وأكل عيالي أكل عيالي ويبقى عندي بيتي يعني ما منفعش أمشي في الشوارع مش عارفة أروح فين وأكلهم من إيه بالزرط قبل ما نروح للتعديلات اللي احنا بنطالب بيها وكل الزوجات اللي هي جوازتها توفو اللي عايشة في المشاكل فيه سؤال عجبني ومهم اتبعت لنا فضل دلوقتي الوصاية الوصاية معها في إيد الجد لا في العم لا تبخدوا فلوس عيالي دول أكلوا حق اليتيم ده ده رح أغير ده غير عربيته ده رح عمل مشروع ده رح عمل كذا ييجي بقى أنا كزوج خلاص جوزي مات وأنا في نفس الوضع أنا غنية يعني أنا زوجة غنية معايا فلوسي معايا بيتي عربيتي عندي ورثي مثلا أو عندي فلوسي من أهلي هل يحق للجد ده أو العم أنه يطعن يقول الأم دي مش محتاجة فلوس عيالها الأم دي مش محتاجة نديها فلوس لأن الست دي غنية وبيثبتوا يجيب لك ممتلكاتك بقى أملاكك يعني شاقتك عربيتك فيليتك هل ده بيحصل لا طبعا ليه بقى عشان أنت مش مكلفة بالإنفاق أصلا من بابه كده أنت مش مكلفة بالإنفاق المكلف بالإنفاق الأب ثم العصب لكن الأم ولو موسيرة القانون بيقول كده ولو موسيرة فأنت أصلا مش مكلفة بالإنفاق لكن برضو ممكن حضرتك تروح ترفعي لابنك مثلا مصاريف دراسية خلاص وانت معاك الولاية التعليمية إذن أنت اللي من حقك أنت يتحددي المصاري التعليمي لابنك تمام يجي الجد يقول والله أنا مش قادرة أتفعل المحكمة تقوم حاكمة بإيه؟ بإيه؟ النص والنص مثلا الرابع والتلت تربع مثلا لأنه هو غير قادر هو هيقول لي أن أنا غير قادر أو فعلا هو غير قادر تمام؟ مثلا بس لو هو فلوس جوزي كتير يعني عنده فلوس كتير أنا برضو أدفع عشان أنا قادر هم ياخدوا فلوس الراجل لا طبعا هو قادر في الحالة دي ما هو ده بقى اللي بنتكلم فيه هل هو قادر هنا بنتكلم في اليساط طب لو أنا دفعت وقلت عدي الأمور عشان ولادي ما يزعلوش فهل المحكمة تردلي الفلوس اللي أنا دفعتها؟ طبعا مدم فيه مال مدم فيه مال من قد ردلك من المال ده ومدم كله على مصلحة الأولاد وهل المجلس الحزبي أنا قلتها صح؟ حزبي المجلس الحزبي صح هل بيديني مثلا لو أنا عايزة مصيف لولادي عايزة صفارهم في الصيف هل فيه مصيف هل فيه كسوة شتوي كسوة صيفي هل فيه فلوس ده كثرة؟ يعني قصد تفاصيل التفاصيل الحياة اليومية من حق أخدها كلها؟ فيه كل النفقات شريطة إثبتها وأنا هزبط إزاي بقى مصيف هتي بقى إصال بقى طب مصيف ده أثبطه إزاي؟ أكلتهم زلابي أكلتهم فتي أثبطه إزاي أنا بقى مصيف ده؟ هي شريطة الإثبات وبالتالي بيكون فيه صعوبة صعوبة وده اللي انت بقى كلمتي فيه أمان اللي هو التعقدات فهم إزاي فيه صعوبة فعلا أنا أثبط كل ده يعني أعمل ده إزاي وأثبط إزاي إن أنا كل دوت على ولادي وإن أبوهم كان بيعمل كده ولازم أقللهمش من المصيف ده وإنه فيه فلوس بالفعل يعني أنا مش بفتري يعني تخيلوا لدي بعيشين عيشة كريمة وأبوهم عايش وأبوهم معه فلوس أول ما أبوهم يموت ينزلوا من مستوى للأرض عشان يعني أنا بشوف حالات مرعبة تيجي الأم تقولهم أنا عايزة أخدهم مصيف لا يصيفوا ليه ليه ما يصيف ما فيش فلوس للمصيف وليه التناكة يعني ليه لازمتها الفاشخارة يعني طب إيه طب ما الراجل أبوهم كان بيخلي وديهم يصفرهم مش بسهم الحق أولادي إن هم يشموا الها في الصيف زيهم زي الولاد اللي في صناع لو أنا عايزة نشيهم تنشيئة سليمة ومش عايزة حساسة إن فيه حرمان مش كيفية إن هم فقدوا أبوهم بالزبط يعني كمان يتحرموا من حاجات هو كان بيوفرها لهم في النهاية هي بسيطة وعلى فكرة مقابل حضن الأب تعارف يا مهة دي أكتر حاجة بتتعب نفسية الست طبعا مش الفلوس بس صحيح لا إن هي تشوف عيالها الحزن قتلهم مكسورة مكسورة الحتة النفسية دي قد إيه الأم بتوعى في قصادها عجزة يعني يعني عايزة تقطع نفسها عشان تشوف لدها مبسوطين صحيح عشان ما تحسسهمش بأي فرق يعني إعنا اللي وشوفنا في المسلسل مونة زكي بتلعب مع الولد كورة وهي سيت وتعبانة وحزينة وحالتها حالة وشقيانة بسيطة بتكسرة وتيجي تلعب معا كورة عشان نفسي بتسمع معا مهرجانات عشان هو بيحب هي فكرة ما هيدي الأم يا مان بسيطة الحفاظ على كل التفاصيل المتعلقة بالطفل يعني حتى في آخر يوم وهي في القفص في المحاكمة مكلمتش في أي حاجة إلا البنت لو تعبت المفروض تاخد دكراوية والولد لازم لنوام له لمبة عشان ما يتخضش عشان يعرف ينايب ففي الآخر هي تفاصيل التفاصيل الدقيقة اللي هي علاقة بالأم في الحقيقة هي بتتعذب كل العذاب عشان تقدر تثبت ذلك أمامني يا با الحزبين إحنا بعد دلوقتي عايزين كستات وكأمهات بننادي النداء بالتعديل القانون بتعديل القانون بما يناسب راحة أولدنا أولدنا اللي هم الجيل المستقبل اللي جاي زي ما بنقول كده زي ما بنهتم بولاد الشوارع وكل المشاكل اللي عندنا والعشوائيات اللي سيادة الرئيس قضى يعني ممكن كل المشاكل اللي كان بتأثر على على المستقبل اللي جاي سيادة الرئيس يعني بصراحة لا يكل ولا يمل هنا هنا العشوائيات هنا الشباب هنا ادي مشاريع هنا التكافل وكرامة هنا حياة كريمة هنا قروض مستورة هنا يعني بصراحة كل المؤسسات وكل الوزارات ماشي وراء الرئيس نعمل ايه عشان نخلي العيلة الأسرة المصرية بخير وهدية بدون مشاكل ايه التعديلات يا مهة اللي احنا يعني يسمعوا صوتنا اللي لازم تتعامل بقى في الوقت ده طيب خلينا نقول ان احنا عايزين زي ما قلت يا مهة من شوية مستقبالنا يكون احسن والمستقبال هو في ولادنا في ولادنا يعني ما فيه ما عندناش بوت هم اللي هيشيلوا البلد دي على كتفهم فازا عايزين ده لازم ولادنا يتنشئوا تنشئة اجتمعية ونفسية سليمة طيب ايه الضمانات اللي ممكن نعمله عشان ده اولا من بابه كده الولاية حقي احنا كنا عملنا من فترة هشتاج اسم الولاية حقي وشفنا عليه مهازل ومقاسي الولاد كان عندهم مشاكل في الصغر بسبب ان الام ما عندهاش فكرة ان هي تقدر تدير شؤون اولادها بشكل كامل وتعذبه ازاي تمام اولاد بلغ سنهم عشرين وواحد وعشرين بقى ام كبار النهاردة فهو ده اللي احنا عايزين نتصدله من البداية كده انه انا وزوجي احنا شرقاء الحياة احنا الاتنين واحدة بناء المجتمع فيما يتعلق بالأسرة المصرية طيب يبقى الولاية حقي رقم واحد الولاية حقي يعني ايه الولاية حقي احنا مش معناه ان انا خدها من الاب لا احنا شرقاء طيب بس احنا بنتكلم شرقاء من البداية ايوا بالزبط الاب بتوفى من غير خناء من غير جاري علم حقي يعني انا اولى بولادي بالزبط كده ده طلقائيا كده انه يبقى الولاية حقي وانا اولى بولادي وانا لا استطيع ان انا قدير شؤون تاني حاجة انا بضم صوت لصوتك ان هي تكتب في وثقة الزواج زي ما بنكتب كده وبقينا شطار في الشروط اللي بتكتب في قسمة الجواز الجديدة اللي هو من حق اسفر ومن حق اشتغل وما يفعش يقول لي ما تشتغليش وما يفعش معرفش ايه وما يفعش ايه لازم تكتب ان الوصايا في اي حالة لا سمح الله وفاء او مشاكل او طلاق او او الوصايا بتخصي من الحق الام بالزبط كده انا معاك في ده تماما المقاط التقاضي بقى اللي كلمنا فيه من شوية مدة المحاكمة اه دي مهمة جدا مهمة قوي ان احنا كمان نحط ده في وثقة واحدة برضه يعني يبقى ملفه واحد يعني انا اخشي كامم المحكمة افتحولي ملفه واحد مش كل اجراء اجيلك وعمله في جيها كمان بالزبط ومش كل اجراء انا ربي واكل واعلم وغير ونايم ولا هاجر على المحاكم يعني دي بقى ده حاجة تانية مهمة جدا بتتعب النفسية على فكرة فيه امهات كتير بجد القانون اجبرها يعني مش هو السبب بس بسبب الصغرات دي او كسل المدة والحاجات المشاكل كلها بنتكلم فيها دي اجبرها انها هترم عيالها طب خدوا العيال يلا اكلوهم بقى ما تشربهمش انا هتجوزوا وعيش حياتي انتو قرفتوني ما هي الست بتبقى عليها لود ما هي بتربي وتعبانة في تربية وشقة ويجوا بقى هم يعودوا حطوا رجل على رجل كده اه وعملت ايه لا لا تقرفوني ليه خدوا عيالكم وطبعا بعد ما بياخدوا عيالهم وفي حد بيربي زي الام لا طبعا استحالة طبعا لا اوعى وتفتكروا ان كل دلوقتي جد ولا كل عم ولا كل واحد معا الوصاية اوعى وتفتكروا ان الولاد عمرهم ما هيرتاحوا غير في حضن امهم طبعا بس فيعني هتعملولهم ايه في الاخر هم هيرموهم امه كمان لا فيه جد سنه كبير ولا جدها يعرفوا يربوا ولا يعرفوا يجروا في مشاكل الولاد ولا المدارس ولا يعرفوا يهتموا بالتفاصيل هي الفكرة فيه ان الستة تستطيع ان هي تدير ملفات جانب بعض تمسي كل التفاصيل تقدر ان هي يعني تسهل على راحة الولادة وتعلمهم وتأكلهم وتربية كل التفاصيل هي حتة منها اه وربنا بديها القدرة دي بالزبط ان هي تستطيع ان هي تركز في اكتر ملفة في وقت واحد وبعد ما يقرفوها بعد ما يقرفوها عشان بص انت عارفان انا بحب اتكلم على ارض الواقع بعد ما يقرفوها وتضطر الستة دي ترملهم العيال وشوفوا بقى انتوا عايزين تعملوا انتوا قرفتوني وتعبتوني بقى ليه سنتين تراتة راحة جاية على المحاكم تروح الستة تتجوز وبعد كده بعد ما تتجوز يروحوا يسخنوا العيال عليها شوفت امك تتجوزت ازاي شوفت امك سابتكوا رامتكوا راحة تتجوزت ازاي طب منتوا عايزينها تعمل ايه تموت نفسها عارفة جوحة خدوا الحمار في ايده لأ ركبها الحمار جوحة رجل ايه ايه يعني الستة تعمل ايه صحيح عقاب ده ولا جواز ولا ايه صحيح كلمة اخيرة يا ما كلمة اخيرة اتمنى اتمنى من مجلس النواب رجاءا احنا عندنا قانون غارس في لحمنا حلوهون قانون الاحوال الشخصية بكل التفاصيل المتعلقة بيه وايضا قانون الولاية على النفس والولاية على المال كل دي تفاصيل كل ما يتعلق بالأسرة المصرية ارجوكم احنا بقى انا كام سنة بنتكلم في ده يعني عايزين بجد نتنفس عايزين نحس انه خلاص مجلس النواب حط ايده على الجرح وشغال علي ان شاء الله وانتابع معهم لحظة بلحظة وان شاء الله انا متفقلة خير ان السنة دي مش هتخلص غير ما يكون عندنا مشروع جديد قانون مشروع قانوني يعني ان يريح الام والزوجة والولاد ولان نحقي ده الجيل اللي طالع والبلد دي مش هتبقى امينة كده ومستقرة غير لما يتربوا صح اطفال ده وليتربوا صح ويحبوا اموهم وابوهم ويحبوا بلدهم ما لو ما حبوش لو طلعوا في بيت كله نكد وكله صراعات طيب ما ما هطلبه زي منه يحب بلده ويبقى متعاون ومسالم ويحب الناس ويحب الخير طبعا ده بيطلع من البيت مها انا بشكرك جدا على وجودك معانا النهاردة وان شاء الله كده في كل المشاكل القانونية تيبي معانا لانا بحب رأيك جدا والستات بترتاح لرأيك جدا انا يشرفني دايما نكون معاكم اسلاميليا ما مشاهدينا خلصت حلقتنا والنهاردة كنا بنتكلم عن الوصاية وكل حلقة زي ما انا قلتلكم كده في الموسم الجديد هيكون معانا مشكلة مشكلة بتعاني منها مش بس الست لأ مشكلة بتعاني منها الام الزوجة الولاد والزوج على فكرة الزوج برضو يهمنا يبقى مرتاح نفسيا ومرتاح مديا لان البيت كله بيقف على ضلعين الست والراجل الزوج والزوجة اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله على خير ودايما موجودة معاكم امام مختار ويحكى انه على شاشة القناة الاولى اشتركوا في القناة